مناسبة بقى الزمالك انا حزين جدا حزين بجد ودي حاجة احب اقولها يعني انا اهلاوي وفرحان جدا ان اهلاوي والكلمتين دول هقولهم بقى ونطلع ناخد صوتك واصل لكن انا اهلاوي ومبسوط ان اهلاوي وليه اصحاب بحبهم جدا او كنا في مصر زمالكوية جدا ونفرح في بعض هو انا انبسط لما هو يتهزم مني وهو ينبسط لما انا يهزمني وطبيعي جدا وزمالكوية اكتار جدا محترمين جدا يعني في المجال العام زمالكوية محترمين جدا انه يعنى عن تماؤه انه زمالكاوي دي حاجة قويسة اوحر سهب عليا اوي اوي لما يطلع فنان انا بحبه وبحترمه جدا جدا بحترمه جدا مفيش بينه وبينه وعلاقة بالمناسبة عشان ما نودهوش في دهية لا توجد بينه وبينه اي علاقة خاطر ولا عمري قابلته ولا سلمنا على بعض سليمان عيد سليمان عيد انتو عارفين ان زمالك بقاله قرون ما بياخدش بطولات خالص خالص والاهلي طول الوقت عمال ياخد بطولات عمال ياخد بطولات فالزمالك خالي الدورة السنة فاتت والدورة السنة دي الفوروك طلع سليمان عيد لابس فانيلة الزمالك ما تعرفش مين الراجل الزمالكاوي لا كفر ولا ده غلط ولا ده عيب بالعكس دي حاجة حلوة انه زمالكاوي طلعين الجمهور تحت اول ما حدت صورته على السوشيال ميديا يشتموه شتايم جامده قوي فهو طلع بزعل وبحزن واضح جدا قال انا طول عمري بابارك للأهلوية طول عمري الاهلي ياخد الدورة يبارك له المرة اللي اخد فيها الزمالك الدورة وطلعت الفانيلة زين اتشتم كل الشتايم دي ليه وانا الحقيقة مش عارف واتشتم ليه والله العظيم ما عارف يعني جماعة هو الناس قد كده سخيفة حتى لو اهلوية حتى لو اهلوية حتى لو اهلوية انا بدينه ده بني ادم يا اخي ومعملش حاجة عيب ولا غلط وحقه يفرح وحقه يهيس انما نطلع نشتمو اب بيحتفل مع ابنه الزمالكاوي وبيلفوا الشقة في البيت على انهم فرحانين بالدور هيه زمالك يطلعوا الناس تحت في تعليقات يشتمو الاب وابنه طيب لما الابن يلاقي الشتيمة دي ويلاقي ابو تشتم الزمالك اللي هو عيب ولا حرام فريق كبير وتاريخ وحقه الزمالك احسن فريق في مصر السنتين اللي فاتوا حقه وفريق وطني حتى لو مش فريق وطني لو فريق اسباني لو معاد طبعا اللي انتو عارفينها اللي ما تسماش لو فريق من ساحل عاج هو بيحبه ليه يطلعي تشتم ليه سليمان عيد يطلعي تشتم ليه ابو ابنه تشتمه خلاص يا اخي مش عاجبك الفيديو دلته مش عاجبك البوست عديه انما ايه السخافة وقلة الادب بتاع حد يخش يشتم واحد واحد يقولك انا زمالكاوي وانا فرحان تخش تسمه ليه لا ده الناس عندها هبل ده الناس عندها جنون داخل تشتم سليمان عيد ده راجل مؤدب وعمره ما ازع حد في كلمة انا لا اعرف لسليمان عيد بس لو علي لو جبتلي البوستر بتاعه انا شفته على الفيس زعلت جدا وحاسيت ان احنا في خطر انه حتى اعلان هويته الرياضية بيتحسب عليها مالكش حق على فكرة لا مسيحي ليك حق انك تشتمه ولا يهودي ليك حق انك تشتمه ولا يساري ليك حق انك تشتمه ولا يميني ولا اخوان مسلمين ليك حق تشتمه اتعلموا بقى اتعلموا تحترموا الناس انسوا السيسي ده انسوا الهبل بتاع السيسي اتعلم تحترم الناس انا اقول لكم قصة صغيرة لا لا هو بقى هو له بس تاني وهو لابس فانت زي ماك بيقول أنا ليه أتشتم أهو بعد بعد البوست ده تقريبا يعني أنا أقول لكم عشان تفتعرفوا أنه لا أهو بوست تاني كده لابس تي شيرت يمكن بعد ده بيقول أنا ليه أطلع تشتم على أن أنا أن أنا زمال كاوي لا البوست عندي بس أنا للأسف ما عملتش سابع عليه يعني أنا بس أتعلمه الرئيس الأمريكي لينكلن اللي كان جاي في حرب الجنوب والشمال أمريكا كان في حرب بين الجنوب والشمال طح معارك قتل بص بقى مدبحة حصلة وسنين فطلع قال في خطاب لي قال أنه أصدقائنا واخوتنا في الإنسانية على عدائه وما قالش عداء قال إخوتنا في الإنسانية ومش عارف كيف فطلعت ستة عجوزة كده قالت له أنا بكرهك أنت أزاي ما تقولش عليهم أعداء أنت أزاي ما تدمرهمش فرد عليها قال إنكلن وقال لها يا سيدتي شوف الأدر بقى شوف الأدر شوف الناس المؤدبة قال لها يا سيدتي عندما أقول عليهم أصدقاء وإخوان في الإنسانية أليس لذلك تدمير لهم دمرت أعدائي ما بقوش أعدائي أهو هو البص ده سليمان عيد غاضبا هو أي حد يغلد دوري غير الأهل لازم يتشتم زعيلت جدا علق الفنان سليمان عيد على الهجوم الذي تعرض له من قبل جمهور الأهلي بعد احتفاله بفوز الزمال وقال السليمان أنا زعلان وحزين جدا هو أي حد يغلد دوري غير الأهل لازم يتشتم وأنا نفسي أعرف من اللي وراء الناس اللي بتشتم ليه والله يا سليمان أنت راجل محترم ومنبروك عليك الدور أنت وأي زمالكاوي أي زمالكاوي واللي شتمك إيه الأدب وما تربهوش والله اللي شتمك أصلا ما عندوش لا أدب ولا زوء ولا تربه كويس